رح أدخل إلى العنوين كمان اللي اليوم هي كوتنا اليومي للأسف الناس كلها أخبطت يعني بقى خلص قطعنا مرحلات أنه شو بده يصير فتنا بالمرحلة اللي هي الأصعب اللي هو الأحباط العام اللي عم بيصير بالبلد أولا إذا بده يبلش معك هيك بعنوين اقتصادية سريعة اليوم بالسوق السوداء دولار يلامس 8000 ليرة بالمصارف بمصرف لبنان المركزة 1500 ليرة إلى أي مدى ممكن نضاين سعر الرسمي هل أد متدني السعر بالسوق السوداء هل أد مرتفع والبعض يقول قد يتفلت إلى أرقام خيالية رح يبقى هيك السعر الرسمي خلينا نحدد نحن شو المصلحة من إبقاء السعر الرسمي على 1500 ونرجع نقرر أو نشوف إذا لازم نقرر أنه يتعدل السعر الرسمي لليوم يحافظ على القدرة الشرائية أو على جزء كبير من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود يحافظ على سعر القمح لأن المصر في مركزي يدعمه على سعر المحروقات يعني كل شيء بنزين مزوط وبتلي كهرباء كهرباء ونقل ويحافظ على سعر الأدوية اللي هي كمان أساس بحياة أي مواطن إذا جينا نحن فلتنا سعر الصرف مثل ما كانت عم تحكي الحكومة الحكومة كانت بدأت انطلق من 3500 سعر صرف جديد بدل 1500 إذا أنت فلتت هادي العالم كلهم اللي ما عاشيتهم بالليرة اللبنانية اللي يتجاوز عددهم 800 ألف عيلة بلبنان هادي كلهم القدرة الشرائية تبعيتهم بالرغم من أنه نزلت اليوم نسبياً بتنزل أكتر بكتير بسما نحن نشتري على السبع تلاف بإشياء وإشياء نانسي أنت فيه إشياء عم تشتريها على السبع تلاف فيه إشياء بعدك عم تشتريها على ألف وخمسة اللي عايش ضمن حدود الفقر لا أغلب السلة اللي هو بشتريها بعدها على الألف وخمسة خسر قدرة شرائية بدون شك إنما مش كل العيال بلبنان بتعيش على المواد المستوردة جزء كبير وكبير جداً من العيال بيعيش على لقمته على الأمور اللي بعدها لليوم مدعومة إن كانت على الألف وخمسة من مصر في لبنان أو على ثلاث تلاف ومئتين ضمن السلة الغذائية عبر وزارة الاقتصاد لذلك أنا بشوف أنه اليوم إذا واحد بدي فلت سعر الصرف هاي دي عندها أثر سلبي أكتر بكتير من أنه يكون إيجابي بالمائلة التانية ما فينا نظل مخليين السوق السوداء فلتاني لهالدرجة إنما فيه طريقة للتعاطي مع السوق كيف؟ خلاني حكي تعطيني دقيقة تانية لأشياء أكيد أكيد أنا هون بتمنى لأنه بدي أتوجه للحكومة بشخص رئيسة دولة الرئيس حسان دياب الصديق واللي أنا كان اللي الشرف أشتغل معه كان اللي الشرف أشتغل معه ثلاث سنين وهو من أنزه اللي أنا اشتغلت معه يعني زالمي عصامي وشغيل وجدا محترم إنما لما بيكون رئيس حكومي في لبنان تمنى أن يكون صدر رحب يعني من أول خطبات اللي بيحكيها يقول أنه هذا البلد غير قادر على حماية أولاده غير قادر على حماية المواطنين ثم تصدر عن الحكومة خطة اقتصادية أقل ما يقال فيها أنها خبيثة خبيثة بتدمر الاقتصاد بتمد إيدها على أموال العالم ما بتعمل إصلاحات مطلوبة إلى ما هناك والشعب بيقراها هذه الخطة ثم بنسمع أنه بخطابات أنه 90% من الموديعين ما رح يخسروا مصرياتهم وبنفس النهار لا 98% من الموديعين ما رح يخسروا مصرياتهم يعني كل واحد عنده أكتر من 500 ألف دولار بده يخسر الجزء الأكبر من أمواله نرجع بنسمع خطاب يقول السفينة تغرقه وما فينا نهديها طيب السوق اللي هو بيحدد العرض والطلب على الدولار يستمع إلى هذه الأقوال ويستمع إلى هذه الأمور يرى أنه نحن وضعنا كتير صعب ويرى أنه هناك خطة من الحكومة مش رح تحل هذا الوضع لا بالعكس بده تجز الاقتصاد وتزغره لأقل من نصه بده ترجع بتكبر الاقتصاد من سنة 2025 بمعدل 3% بالسنة يعني لسنة 2047 لا يرجع دخل الفرد مثل ما كان سنة 2018 هاي دي بتعمل نوع من الأحباط بتخلي العالم تصير بأي تمن بده تطلع مصرياتها من البنوكي بيزيد الطلب كتير على الدولار وما بيكون عندك عرض العرض ما عم بيزيد نحن ما فيه اليوم أموالي عم تجي على لبنان ما فيه اللي عنده دولار ما عم بيروح يبرم يدفعه بالسوق لا يرجع يبرم هذا الدولار كل مين عم بيحط إيده على دولار إما عم بيضبه ببيته أو عم بيشوك يبدو يحوله لبرات لبنان لأنه ما فيه ثقة فمنرجع الخطاب الخطاب المسؤول هو خطاب يوحي بالثقة يعني أنا مني معاوز لا رئيس حكومة ولا وزير يجي يبلغني أنه الوضع الاقتصادي في لبنان صعب مين مننا في لبنان ما بيعرف أنه الوضع الاقتصادي صعب دليني عليه لا روح أعمله تمثال كلنا في لبنان منعرف أنه الوضع الاقتصادي صعب كلنا في لبنان منعرف أنه الدولة تبعيتنا فاسدة كلنا في لبنان منعرف أنه الدولة تبعيتنا وظفت ناس عشوائيا لأسباب انتخابية كلنا منعرف أنه دولة زبائنية مين مننا ما بيعرف أنا شو بينفعني المسؤول إذا جاي يوصف لي بدون ما يعطيني حل يطلعني من هذا الموضوع أنت العرض بالسوق ما فيك تزيده عرض الدولار ما في معنى ما نضحك على بعض فيها العشرين مليار بالبنك المركزي لن نخسرون لندفع على سوق سوداء كيف لن نخسرون عم يندخ دولارات اليوم بالسوق بشكل كتير كتير بسيط وهي إعادة إعادة الدوير لدولارات عم تجينا من بره عبر الصرفين الاحتياطي طبع البنك المركزي عم يتم استعماله فقط للقمح وللأدوية يعني ما يضخف السوق ليس من احتياطي المركزي لا هو من مصاري عم تجي للبنك المركزي من عبر الصرفين وعبر التحولات اللي عم تجي على هذا وبتالي بنرجع مقول الثقة الثقة لدى الرئيس الدياب فرصة جوهرية اليوم وأساسية أنا بدي أسأل إذا طلع الرئيس الدياب اليوم وأتمنى أنه حدا يسمعه اللي أنا عم بحكيه إذا طلع اليوم وقال تبين لي أنني صرحت تصريح مبنية على أرقام غير دقيقة تقدم بها المستشارون تبعولي وشركة لازار وأنا بهيدا الشيء أسأت للأمن الاقتصادي بالبلد من غير قصد أنا اليوم رح بلغ الشعب اللبناني أنني فسخت العقد مع لازار فسخت العقد مع كل المستشارين اللي تعاطوا بالخطة الاقتصادية وسأنسق مع مجلس نواب لأخذ الأرقام اللي تبينت هي الدقيقة من قبل لجنة المال والموازنة ولهذا وبها الإطار أنا بتعهد أمام اللبنانيين جميعا أنني لم أمضي على خطة اقتصادية تمس بليرة من ودايع العالم بل سأحمل المسئولية للدولة وللمصرف المركزي وللمصارف مش للعالم هل ينخفض الدولار ست نانسي بكرة أو لا لا حسن لا هذا الشي خطير منه خطير أبدا لا خطيره جيد أنك اليوم عم تدعي رئيس الحكومة إلى تحميل المسئولية للدولة مصرف لبنان والمصارف وما يدق بأموال الموديعين أتمنى بوقت اليوم مما بدور التليفزيون هم ديشوف مروان خدد ديم ديقول معقول هو عم بيقول ما تدقه بأموال الموديعين وهو عنده بعض أنا أذا بتشوفي عفوا لحيدة اللي بدو يتوضح أنا أذا بتشوفي كل المقابلات اللي عملتها من أول نهار أنا زلمي ما بغير زلمي بعرف شايف أول شي بفهم اقتصاد وبفهم مال وأنا شايف أنه أي مس بأموال الموديعين هو انتهاء للبنان اللي نحن ما نعرفه اليوم وأنا شايف أنه ما في لزوم الدولة تبعيتنا تنس بأموال الموديعين لأنه الدولة إذا بتضبط أمورها بدون ما تبيع شي ما عم أنا مني عم بطرح أنه تروح الدولة تبيع الأصول تبعيتها أنا عم بطرح الدولة تدير الأصول تبعيتها بشكل سليم مجرد ما تديرهم بشكل سليم مجرد ما نخلص من الزبائنية اللي هي هلكتنا واللي هي مدفعتنا مليارات الدولارات فساده هدر عبر السنين خلاصي لي من الزبائنية زبط الدولة تبعيتك وحلي المشكلة على عشر سنين مين طالب من المستشارين المعاقين عفوا مين طالب منهم انه اي بلد بالعالم بينعمل على التصفي لبنان ليس على التصفي ما عم بينعمل له اجوا افترضوا الخسائر اساسا انا باختلف معهم بتقدير الخسائر انا بدي اسالك شغلي الدولة البيانية تولي بالك مش مزبوط مخبية عمي فيه ارقام موجودة فيه انه هني اجوا عملوا ارقام اجوا من اول ثلاثة شهور واضح انه نفذوا خطة بتعجب الـ IMF الدفاع من قبل الـ IMF عن الخطة اللي عملتها الحكومة واضح جدا انه هاي دي الخطة معمولة لتردي الـ IMF لتردي الـ IMF انا ما عندي مشكلة لتردي الـ IMF بس انا بدي حافظ على استقلاليتي وعلى سياتي وعلى مسارحي ما بتلاقي انه هي عملت لارداء صندوق النقد من طريقة الدفاع تبع صندوق النقد عنها من طريقة ايجا لا خبرك ما هي اساسا انت اذا بتقريها لخطة انا قبل ما اعطيت رأيي فيها قريتها اول مرة ما صدق قلت اكيد في شي غلط بل كمشاهية المزبوطة قريتها خمس مرات الخطة اللي هي 50-60 صفحة لانه هيدي حياة لبنان متعلقة فيها تبين لي انه مبلشين اساسا باولة بغلطة وهالغلطة جريتها بطريقة احتساب الناتج القومي حجم الاقتصاد اجوا اعتبروا انه الدولار اليوم 1500 بده يصير 3500 لذلك رح ينخفض حجم الاقتصاد تبعنا رح ينخفض من 60 مليار الى 26 مليار وبما انه نحن بنروع صندوق النقد الدولي بدنا نوطي الدين من ما هو عليه الى 26 مليار وبما انه الدولة ما عنده مصاري يعني هادي خسير شرفوا لنشوف ناخد مصريات الناس كل الطرح غلط كل الطرح غير قابل يعني غير قابل لنقاش جدة اه مظبوط نعطي الحكومة علامة انه هي حددت انه في خسير بالاقتصاد بس نرجع نحكي مين ما كان عارف انه في خسير انه في حدا كان عايش يعني على المريخ بس ما كان عارفين بس حتى اكبر الاقتصاديين والمصرفين ما حدا كان عارف انه فعلا الوضع المصرفي تحديدا بمصرف لبنان بالاحتياط وبغيره هيك ما حدا كان عارف انه هالقد نحنا رهنا كل شيء لدولة فاسدة ومفلسة اللي ما حدا كان عارفه انه بيخطر ببال حكومة تجي تقول كل شي في فساد بالدولة صار وكل شي في مصاريف صارت بالدولة بدنا نعتبرها خسير علما انه هي مش كلها خسير وبدنا نخدها بينهار واحد من اموال الناس انا ما شفت بخطة الحكومة شي خاصه بالدولة وان بتحويل مسؤوليتها انا خطة ستين صفحة اكبر مشكلة عندنا هي اكبر شي مكلفنا مصاري اذا بدي كي الكهرباء وطريقة ادارة ملف الكهرباء ما شفت بالخطة غير غير مقطع صغير جدا عن الكهرباء وكي بنصلحها يا عمي ركزوا على الكهرباء بتحلوا تلتين بالمئة اربعين بالمئة مشاكل كل البلد لا ما في جدية بالتعاطي وما في خبرة بالتعاطي عفوا مع كامل احيان تدعو الحكومة الاستئالي هلأ بصراحة في اصوات والاستئيله بالموضوع الاقتصادي الحكومة فشلت فشل ذريع بموضوع ادارة السوق فشلت فشل ذريع بدأ راقدين يشوفوا كي بدون يحملوا رياض سلامة مسؤولية السوق السوداء انا بدي اسألك شغلي الرجيب لبنان تبع الدخان هي مسؤولة تقمع التهريب ولا القوى الامنية واجهزة الدولة المختلفة مسؤولة عن هذا شو خص البنك المركزي بالسوق السوداء هل هو يتعطى معهم هل هو بيعرفوا من اني ولا الاجهزة الامنية مفروض تعرفوا من اني انما ما اقوله حتى لو عرفينهم انتي بتكمش تدعوها للاستقالة بتلاقي اليوم البعض عم يقول في شي بده يكسر هذا الجليل انا بيسألك سؤال اللي خلاص علقنا ارجعنا انا بيسألك سؤال الحكومة تحشت على رياض سلامة من جمعتين كان بده حرفيا بده تقيلوا تقيلوا تحطوا under house arrest يعني ما تخليه سيفير ترجع تحبسهم هيك كان خطلت الحكومة انا بيسألك سؤال اذا اقالت الحكومة رياض سلامة بيرتفع سعر الدولار بالسوق السوداء او بينخفض جاوبيني اكيد بيرتفع وهيك كان جواب الحكومة مش انهيك رجعوا ادراجهم طيب انا بيسألك شغلي اذا استقالت الحكومة برأيك بيطلع السعر بالسوق السوداء او بينزل باسوأ الحليب بظلمت ما هو ما بترجح انه يطلع السوق ما بتصور انا بتصور الحكومة هذه فشلت يعني كانت عندها فشل ذريع بالاقتصاد فشل ذريع بإدارة الملفات فشل ذريع بإلمامة بإلمامة للدستور بإلمامة للقوانين الخطة اللي عملتها خطة بكل صفحاتها بتعتدي على الدستور اللبناني بدت مد إيدها على مال حلال كسبنين والعالم وبتحكي أوهام انا بديسأل شغلي وهذه انسألت بطاولة الحوار شو البلان بي طيب إذا الامف ما عطانا مصاري إذا ما قدرت الدولة حسب الخطة تبعيتها ترد 10 مليار دولار من الأموال المنهوبة هيك حطها هنا هي بخطتها ترد 10 مليار دولار شو البلان بي انت وأنا منعرف أنه إمكانية ترده مش 10 مليار 10 مليون دولار هي شبه مستحيلة باللبنان طيب إذا الامف ما عطتنا مصاري رايحين يركضوا على الامف يجيبوا يطلبوا 10 مليار دولار لا أمف مرحطين 10 مليار دولار حطتنا و أعلى سقف يقال 5 إلى 6 مليار 3 مليار يمكننا عطبري 5 مليار ما عطبري 5 مليار لأنه ترجيناهم حطين لك شروط المسكوب طالبين منك تحري سعر الصرف طالبين منك تعلل تفع الدعم طالبين منك ترفع الدعم عن كل شي طالبين منك طالبين منك تضبط الجمارك تبعيتك طالبين منك تصلح الكهرباء طالبين منك تخفف حجم القطاع العام شروط المسكوب طالبين منك كرمال يعطونا عطبري 5 مليار دولار طيب ما نحنا إذا في نية جدية للإصلاح وإذا في اتفاق سياسي على الإصلاح ما نحنا عنا أكتر من هيك بالاحتياط اللي عنا هي بالبنك المركزي عنا أكتر من 5 مليار عنا الذهب اللي بيسوى 15 مليار ليه بنا نروح نركض نترجى إذا كان نحنا في خطة جدية إصلاحية فينا نطبق البنود اللي بتنسبنا منها مش كل البنود اللي عم تطلبها منها صندوق النقد ونطلع من هالأزم إلى حالنا ليه؟ ما عم بفهم مين اللي بدي يطبقها؟ أي سلطة أي سلطة طبق السياسية بعدك عم تقول فيس دي وسقوا وحذروا وسرقوا أكيد مش هالي الحكومة من وين نجيبهم؟ بدك تشوفي يعني بده لبنان لا يحكم إلا بالتوافق وانت شفتي اليوم أنا كتير كنت حزين على المنظر بقصر بعبدة بقصر بعبدة من يومين تلاتي كتير حزين لأنه لا يجوز تحت أي مسمى إلا أن يكون إلا أن يكون رئيس الجمهورية هو جامع لجميع القوى اللبنانية وطاولة حوارها منا طاولة قرارات وبالتالي لما أنت بتشوفي أنه في جزء كبير من القوى السياسية قاطعت ما بنسأل حالنا ليه؟ ما بنشوف كيف بدنا نصلح؟ بس لو بدوا يصلحوا اللي قاطعوا وكانوا يصلحوا بعهدهم ما اللي قاطعوا كانوا عندهم عهد وكانوا عندهم أيام العز وكانوا عندهم الحكم كله إطلاقا ما عمدفع عنهم إطلاقا ما عمدفع عنهم بالعكس أنا بدي أسألك شغلي أنا 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 بشخصيتي وبعقلي وبهذا أنا ليه عفيهم من المسؤولية للي قاطعوا ما اللي قاطعوا هني كانوا بالحكم آخر 30 سنة ليه بدي عفيهم من المسؤولية ليه أنا اليوم بده يجي حسان دي بيحمل كل مسؤولية بصدره أو الرئيس عمضي يحمل كل مسؤولية بصدره طبعا كيف لك ومن هذا المنطلق يمكن استقالة الحكومة لإشراك الجميع بمسؤولية الوضع اللي نحن وصلنا له يمكن تكون أفضل الحلول يعني بدلا ما تكون الحكومة توحدة وطنية هالمرة حكومة تحمل المسؤولية بيكون أفضل سميها اللي بدك بس في لبنان بس حكومة جديدة بصراحة مع الوزير هل تنصح حزب الله ما يفوت عليه لا يعني ما في حزب الله بالنتيجة هو قوة أساسية موجودة بالبلد بس هو كان قبل 2005 ولا مرة فت بحكومة واليوم عم بحمل لبنان بدخوله إلى أي حكومة يتحول إلى هدف لبنان لأنه حزب الله هو الحكومة هو داخل الحكومة وطلقائيا عم بقوله هو البقرر لأنه الآوة مش مزبوط بس هذا الكلام مش مزبوط أنه هو يكون أكيد حكومة حزب الله هذه التسمية بس هذا هو جزء من الحرب على النار يا خبرك نحن مررنا نحن دود الخل منه في ست نانسي نحن مررنا بحكومة الرئيس ميقاتي بخبرة مشابهة نحن كان بعض الأطراف اللي اليوم ما انهم مشاركين بالحكومة ما كانوا مشاركين بحكومة نجيب ميقاتي طلّوا عليها حكي أنه هيدا حكومة حكومة الأمسان السود وحزب الله ما كان مزبوط طيب أنه نحن اليوم ليه حكيتك بالأول عن قرار القاضي مازح أنه 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 ما نحن بين بعضنا بحق بعضنا نحن سيئين ما نحن جزء الأكبر والأكبر من المشاكل اللي نحن منواجهها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها هي ناجمة من وراء استعمال هالقوة الكبيرة بالعالم من قبل بعض اللبنانيين ضد إخوانهم من الوطن يعني بتروح أنت بشوف يواحد منه بالحكومة بيسكولها برا بيروحوا بيشكي لسفير ولا لوزير ولا شغلي ويصور الدني مثل كأنه إذا هو ما كان بالحكومة يعني هذه حكومة حزب الله هذا كلام ظلم لأنه مش مزبوط أيضا من ضمن العنوين منصة الإلكترونية التي أطلقت من يومين أطلق حاكم مصر في البنان أولا كمصارف هل تؤيدون الطرح اللي قالوا الحاكم بموضوع أعطاء دولار للتجار من قبل المصارف عندكم هالإدراق؟ ما عندنا مشكلة أنا برأي وتمنى أنه البنك المركزي يطبق يعني إحنا صار في عندنا شيء اسمه الفراش كاش يعني عمل تعميم البنك المركزي يمكن رقمه 150 طلب من المصارف تفتح حسابات خاصة لكل زبايننا لكل أموال جديدة عم تجي بالعملة الأجنبية من بعد 17-20 تنحط بهذا الحساب وهي حق لحامل هذا الحساب أو لصاحب هذا الحساب يعمل اللي بده مصرياته يحولها يخدها يجيبها ياخدها فراش موني؟ يعمل اللي بده بس فيه مصارف ما عم تعطي العالم لا مهم ما بعرف يكون على سعر 3000 ليرة لا لا إذا واحد عنده فراش كاش خلص هذا فيه تعميم فراش كاش بيتاخد فراش كاش مثلا فيه يخدوا الورق إذا بريد بدي يكون طبعا البنك عنده إياهون أو بيجيب له إياهون وفيه يحولون لبرة هي مش الأساس إن واحد يمسكها بإيده للمصاري هم يكون عنده قدرة على استعمالها محل ما بده بده الفراش كاش بدي يحطوه بالبيت لا مثلا فيه ناس ما عم تقدر تحول يعني بره ما في حسابات تقلق مثلا الإكزامبل اللي هو العاملات المنزليات في كتير منهم ما عندهم حسابات بره فعم يضطروا يحاولون نفراش كاش عبر الأوم تي لبرة وهذه نسبة مش هيني واضح بس أنا كشخص مصرفي مالي اقتصادي ما عشو تسميني ما نسموها نط مطيري اللي مش هي هي هايدي الأساس الأساس هو تمويل الاستيراد بالأمور الأساسية للبنان أنا مع أنه المنصة الإلكترونية اللي بيروح بيشتري دولار عبره المركز يحط له يون فراش كاش بيحسابه الفراش كاش بالبنك ويستعملوا للغاية اللي اشتراه هون كرمالة يعني إذا واحد راح صرح أنه أنا تاجر بيشتري حليب مثلا وعطى فتورة حليب البنك بياخد نسخة من هذه الفتورة وينفذ وينفذ هالعملية هايدي اللي عطت تاجر الفتورة كرمالة اللي عم بيحكي هيك لأنه فيه جزء كبير من الناس بيجربوا دايما يتشاطروا هايدي شخصيتنا نحنا كلبنانيين وهايدي ثقفتنا منظل نجرب نفاوض ونتشاطر وهلهم مجال الهدف هي منصة مش أنه الناس تاخد مصاري لتهربهم برات لبنان أو لتحطهم ببيتها الهدف منه أنه تاخد مصاري لتجيب الأمور لتستورد الأمور الأساسية على سعر شبه مدعوم